اللهم الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة العالمين بعض الأخوة الكرام سألوني عن أعمال يفعلونها في شهر رمضان أو برنامج يكون ثبابه عظيما فسأقول سأتكلم عن بعض الأعمال التي تحصل بها ثبابا عظيما وهي أعمال نسيرة كنت تقلمت عنها كثيرا قبل تلك قبل شهر رمضان لو أنك فعلت هذه الأعمال مخلصا أنه محتسب من الأجر أن يتضاعف الثواب أضعفا كثيرا أو أن يتضاعف الثواب سبعين ضعفا كما قلت قبل ذلك لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قد أثد لكم شهر شهر رمضان شهر مبارك شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة من خير من ألف شهر جعل الله صيامها فريضة وجعل الله قيام ليلها تطوعا من تقرأوا فيه إلى الله سبحانه وتعالى بخصة من الخير كانك من أدى فريضة فيه من أدى فريضة فيه كانك من أدى سبعين فريضة فنحتسب على الله سبحانه وتعالى فنحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يضعف ثبابه ضعافا كثيرة أو صعبين ضعافا أو أكثر إن شاء الله كما جاء في الحديث الحديث الذي حسنه بعض علماء وضعفه الكثير وأنا قلت الشواهد التي تخويه ونحن نحتسبه على الله سبحانه وتعالى فالعمل الأول الذي كان يواظب الذي كان يواظب على صلاة الفجر في المسجد قبل الوباء أو قبل غلق المساجد فسلاة الفجر في المسجد بقيام ليلة بحالها بقيام ليلة كاملة بقيام ليلة كاملة للحديث الصحيح الذي قرره صلى الله عليه وسلم أنه من صلى الفجر في جماعة كان له كأجر قيام ليلة كاملة ونقول لقول سيدنا عمرو بخطاب ريدا عنه لأن أصلي الصبح في جماعة من أن أقيم ليلة كاملة يعني لو أنت ويفت على الرجليك طول الليل ما نمتش خالص من بعد المغرب من غاية صلاة الفجر مش هتحصل لعشر داية أو ربا ساعة بتاعة صواب الفجر في الجامعة وقلت قبل ذلك أن الذي لا يصلي الفجر في المسجد يأسمه اسما كبيرا لأن الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع نداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ومن سمع نداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل الصلاة في الحديث في البخاري أسقل الصلاة عن المنافقين العشاء والفكر ولو يعلمون ما فيهما لأتهما لو حبوا يعني أحبي ونصحه الأسلام هم أن يحرق بيت المنافقين الذين يسمعون نداء ولأتون وقلت أيضا أن العملة كله مبني على الصلاة فإذا صالوا حتى صالوا على العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله لذلك الذين يضايعون الصلاة الجماعة بصفة عامة وصلاة الفجر في المسجد بصفة خاصة على الخطر العظيم لذلك فالذي يصال العشاء في المسجد أيضا بيأخذ قيام نصف ليلة فمن كان عادته الفجر في جماعة والعشاء في جماعة قبل الحظر أو قبل غلق المساجد سيأخذ نفس السواب كاملا الآن ونحتسب على الله سبحانه أن يضعف الله السواب السواب السبعين وضعفا اللي بيأخذ اللي بيصال يفجر في جماعة كأنه صلى كأنه قام الليل كله سبعين ليلة بيلبوا بلغة قيام سبعين ليلة بحالة وكسرط العشاء في المسجد بقيام نصف ليلة يعني خمسة وتليل الليل اللي عمله الثالث عشان تحصل قيام خمس ليلة في ليلة واحدة أو أكثر ونحتسب على الله سبحانه في شهر رمضان في شهر رمضان أن يضرب الثواب وفي سبعين أن تصلي الفجر في جماعة أو إذا كنت من المصلي الذين كانوا يوازمون على صورة الفجر في جماعة قبل رمضان أو قبل الحزر فستأخذ هذا الثواب وأنت في بيتك للعزر لأنه لاس بيدك فستأخذ نفس الثواب الذي كنت تأخذه قبل أعماله بالنيات والإنسان إذا كان في مرض أو صفر أو عزر قهري أو في مرض أو صفر أو عزر قهري فإن هي أخذ نفس الثواب المرأة في بيتها ليس لها جماعة ولكن صلاتها في بيتها بخلصة سنية محتسب للأجر يكون من نفس الثواب الرجل إذا صلت في أول الوقت وكانت وكان عندها حصن تباعه حصن تباعه للزوج إذا كانت المرأة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمرأة ذهب الرجال بالأجور يشهدون معك الجمع والجماعات ويجاهدون معك في سبيل الله وليس لنا من ذلك شيء رسول الله فقال لها فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لسؤال المرأة وقال لها لم تفطن إحداكنا لهذا السؤال إذهبي وخبيري من كان ورائك من النساء أن حصن تباعه لمرأة لزوجها يعدل كل ذلك إذا كانت المرأة متزوجة وتحصن إلى زوجها وتحصن معاشرتها ولا تجعله ينام ليلة واحدة إلا هو راض إلا هو راض عنها وتصلي الصلاة في أول وقتها في الوقت نفس الوقت اللي يصلي فيه الرجل الصلاة في المسجد فستأخذ نفس السواب تماما تماما إذن المرأة إذا أخلاص هتقوم في صلاة الفجر أوصالة الفجر في جماعة أوصالة الفجر في البيت بعد الأزان مبارشرة أو بعد الأزان تصليه بعد حول سلسة ساعة أو نصف ساعة لأن هناك شك كبير في معادل الأزان وباقي الصلاوات تصلى بعد الأزان مبارشرة في نفس الوقت الذي يصلي فيه الرجل جماعة فستخصن نفس السواب تماما إذا المرأة في شهر رمضان وهي في بيتها تصلي الصلاة حاضرا بعد الأزان مبارشرة لها قيام ليلة كاملة في الصلاة الفجر وليها قيام نصف الليلة في صورة العشاء كما للرجل تماما ونحتسب على الله أن يضرب هذا السواب في سبعين يعني سبعين الليلة وقمسة الليلة العمل الثالث الذي يفعله الرجال والنساء قراءة خواتيم سورة البقرة في كل ليلة هذه سنة عظيمة غفل عنها الكثير من الناس و يعني رصاصا قال في الحديث وتيتو خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهم نبيه قبلي من أعظم السوابات والأعظم السنة غفل عنها الكثير من الناس وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه قال علماء في هذا الحديث ستة أقوال كلها أفضل من بعض قال إنه يأخذ كأنه مكسة طوال الليلة يقرأ القرآن قال علماء يأخذ من السواب العظيم لا يغني عن أي شيء وقال بعض علماء تكفي أعين الجن والإنس والسحر وقال بعض علماء تكفي قيام الليل ونبقى ما يكون هذا هو أصح الأقوال لقول عبد الله بن مسعود من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه قيام الليل هذا الحديث الصحيح أنا عبد الله بن مسعود فإذا فعلماء قارب إنها تكفي عن قيام الليل فتتعدل قيام الليلة بحالها يعني لها سواب عظيم جدا ونحتسب على الله أن يضعف السواب أضعفا سابقين ضعفا يبعيذن نحتسب على الله سبحانه وتعالى السواب العظيم جدا لإقراءة خواتيم سورة البقرة العمل اللاسي للتالي أن تقرأ خواتيم سورة آل عمران أنا عاش آيات الأخيرة تلاقي سواب عظيم جدا أولا لمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه السنة فقرأت ثانيا لأن فيها آيات التفكر التفكر لله سبحانه وتعالى من أول آية ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي للألباب الذين تكونوا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فطبعا أنا تكلمت قبل ذلك عن الأدلة القوية التي تصحي هذا الحديث سيدنا عصمان بن عفان قال وهو من خلفاء الرشدين المهديين الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة القلفاء الرشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومعدثات الأمور فلنكون لها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدنا عصمان بن عفان قال في الحديث حتى لو كان الحديث فيه ضعفا فإن شاء الله هناك شواهد قوية فمن الأرض أن يأخذ بهذا الحديث نأخذ به أنها من قارئ خواتيم سورة العشر الآخر أخيرا من سورة العام كتب له بها قيام ليلة كاملة فولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قديم أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقين عذاب النار ربنا أنك من تدخل النار فقد أخذيتهما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات هذه العشر آيات هذه العشر آيات لها مراقب عظيمة فيها آيات التفكر لذلك قال الرصول العزة نزلت عليه آيات للليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيه وقال عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآيات من تفكروا ساعة خير من قيام ليلة وفي رواية خير من عبادة السنة وفي رواية خير من عبادة الثمانين سنة وهذا هو السبب الذي جعل هذه الآيات بقيام ليلة سيدنا سيدنا عثمان كما جاء في الحديث الذي نرجو أن يكون صحيحا بقيام ليلة فالشواهة التي قالها مفسرون في تفسير هذه الآيات لأنها ممارسة الصحابة سيدنا عبدالله بن عمر كان يخرج إلى البيداء وكان يتحنس ويتأمل ويتفكر وانزل إلى السماء ويتأمل في النجوم وهي بادة قلبية لها ثواب عظيم فقال أيضا عبدالله بن عباس تفكر الساعة خير من عبادة ثمانين سنة أو قبل فأيضا البقرة والعمران اسمهما الزهراوين قرأوا الزهراوين لأنهم يأتيان يوم القيامة كغيابتان أو كغابمتان أو كطيران صواف يحدان عن صحيبيما يوم القيامة فبأن البقرة بعدها قال العمران يخرجان من موطقة واحدة أو من معون واحد أو أنهما وجهان لعملة واحدة فإذا كانت قواتيم سورة البقرة لها فضل عظيم فنرجو أن يكون هذا يصحح حديث الآخر نرجو أن يكون قواتيم آل عمران أيضا لها ثواب عظيم ونتقرأ قواتيم آل عمران العشر آيات الأخيرة ويقول لسا أنه محتس من الأجر أن يكتب الله لك سواب قيامي ليلة كاملة ثم يضعف هذا ثواب الشهر رمضان أضعفا كثيرا أيضا صلي ست رقعات بين المغرب وعشاء هذه الصلاة صامة صلاة الأوابين نزل فضلها في قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جلوبهم عن المضاجع يدون ربهم خوفا وطمعا ومن رزقنهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون كانوا يتنفلون أو كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتنفلون بين المغرب وعشاء ويكسرون من الصلاة وكانت تتثاقل رؤوسهم رغبة شديدة في الصلاة لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الإكسر من الصلاة بين المغرب وعشاء له ثواب عظيم هذه الصلاة تسمى صلاة الأوابين اللي أعلمه أكثر الناس وثوابه عظيم جدا أولا جاء في فضلها كما قال المفسرون المام القرطبي المام بن كسير في تفسير هذه الآيات جاءت آثار حسان في ندب في ندب ست رقعات بين المغرب وعشاء أولا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحح ابن خزيمة في صحيحه إن كان فيه ضعف فصحح ابن خزيمة في صحيحه إنه قال من صلى ما بين ست رقعات بين المغرب وعشاء كانت له كانت له بعدل عبادة ثنتي عشرة سنة يعني كانك صليت اتناشر سنة متواصلة عبادة اتناشر سنة طبعا ده في غير أيام رمضان فتصور بقى في رمضان لما يسكنوا نحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى أن يضعف السواب وضعفها كثيرة أو سبين ضعفا وجاء مرفوعا عبد الله بن عمر بن قطاب إنه قال من صلى أربعا بعد المغرب لما يتكلم بينهن رفعت له في علين ده غير ركعتين بتوع السنة السابقة كتبت رفعت له في علين وعليين هذه هي أعلى درجة في الفردوس الأعلى بعد درجة الأنبياء وكان 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 كمن أدرك ليلة القدري في المسجد الأقصى وكانت أفضل عند الله سبحانه وتعالى من قيام نصف ليلة يؤيد عزيز الصلاة وليحب يعني اللي يحب أن أضع له اللينكات بتاعة التفسير مفسرين واللينكات وهذه الأحاديث الكثيرة أجملها الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وقال أنها منطهدة بعضها ببعض كسرة الأحاديث كان فيها ضعف منطهدة بعضها ببعض وخاصة وهذا ذكره وكما ذكر الأحناف في كتاب مراقي الفلاح تعزيزا لهذه السنة وكما ذكر أيضا بعض الشافعية لها السباب العظيم من هذه السنة فليحب أن أضع له أن أضع له يكتب لي في التعليق سأرسل له اللينكات لشرح هذه السنة فجاء أيضا في فضلها أنه من صلى بين مغرب وعشاء هذه السلقعات كان كالمعقب غزوة بعد غزوة كان يأخذ أجر مجاهدي في سبيل الله الذي لا يتوانى ولا يقلو خبالا في الجهات في سبيل الله لا يتوانى على الجهات وأيضا يبنى له قصران عظيمان بينهما مسيرة بينهما مسيرة مئة عام وفيهما من الثمر لأكله منه أهل المشرق والمغربي لأوسعهم وجاء في فضلها أنه يشفع له ملكان وجاء في فضلها أنه يقفل له ذنوب خمسين سنة وقال عبدالله بن عمر مرفوعا هذا الحديث مرفوع عن عبدالله أو موقوفا على عبدالله أنه أن صلاة الأوابين بين أن يصرف أهل المغرب إلى أن يسوب أهل العشاء مبارك وإذا في سنة الصحيح صلاة المعبابين بين المغرب وعلى العشاء وهم كبار التابعين إذن هذه الست رقعات تحافظ عليها سواء في رمضان أو فيه رمضان سواء بأهل عظيم جدا ويتخفف عنك حزبك في السلسة الأخيرة من الليل لابدرش يقوم في السلسة الأخيرة من الليل لازم يصلي الست رقعات لأنه ستعويضه كثيرا عن تتجافى جنوبهم عن المغادي أوضاع جهد الفجر في جماعة قيام ليلة العشاء في جماعة قيام لصف ليلة ست رقعات بن المغرب عشاء أفضل من نصف قيام لصف ليلة وكهتين أكثر من قيام ليلتين تقرأ خواتيم سورة البقرة قيام ليلة أو أكثر الصحاب عظم جدا يعني عماء قالوا يعني حتى ابن القيم قال في هذه ستة أقوال في قراءة خواتيم سورة البقرة يعني كلها تصح لكن نحن أفضلها الحديث عبدالله بمصعود أن من يقرأ خواتيم سورة البقرة فتاة قيام ليلة تقرأ خواتيم ألي عمران يبقى كده أدى أربعة ليلة ويكسور لا وتقرأ بمئة آية كما قال في الحديث الرسول عليه السلام في الحديث من قرأ من قام بمئة آية كتب له قنوط ليلة يعني من قرأ من قام من قام في ليلة بعشر آيات لما يكتب عند الله من الغفلين عشر آيات يعني تقرأ سورة الفاتحة وإن أعطيتك الكسر وده كان عشر آيات ومن قام بمئة آية كتب من القانتين وفي رواية كتب له قنوط ليلة قنوط ليلة قنوط معناها اللقوف الطويل معناها قيام ليلة كاملة بإذن الله نحتسب على الله سبحانه وتعالى ومن قام من قام من ألف آية كتب من قانترين فإنك لو قمت بمئة آية يبقى إذن سيكتب لك قيام ليلة كاملة يبقى كده أكثر من خمس آية وهناك طرق كسيرة جدا تقرأ صورة الواقعة 98 آية الفاتحة يبقى أنت كده كنت مئة آية تقرأ صورة الإخلاص 30 مرة ونبيان تزالي الفضل العظيم اللي يقرأ صورة الإخلاص 30 مرة في أربع ركعات ولو هي بعد العشاء أو في صلاة الترويح في تمر ركعات وفي قيام تمر الترويح ستحصل صوابا عظيمة أولا ستبني ثلاثة قصور عظيمة للحديث الناس صححه الجمهور وهو من أسح مرسيل سيدنا سعيد بن المسيب هو من أولاد الصحابة وصححه الإمام الأيباني في صحيح الجامع من قرأ كل الله 11 مرات حتى يختمها بل الله له قصرا في الجنة ومن قرأها 20 مرة بل الله له قصرين من قرأها 30 مرة بل الله له ثلاثة قصور فقال عبد المخطب رضا عنه في الواقع سيدنا أباكر صديق إذن نكسر رسول الله قال الله أكثر وأكتيب وإذن ستبني ثلاثة قصور عظيمة لأن تقل مساحة القصر بإذن الله عن عشرات الملايين من الكلمترات اللي قبل رسول الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى حور مقصوراته في الخيام قال الخيمة في الجنة 60 ميلا في 60 ميلا واتفعوها كما بين السماء والأرض يعني 3600 ميلا وقال عليه الصلاة والسلام قصر النبي والشهيد به 5000 غرفة إذن مساحة القصر بعملية حسابية بسيطة 21 مليون ميلم مربع والميل 61 من عشر كم لأن حوالي 30 مليون كم يعني ستزيد ستزيد من رسول في الجنة حوالي 100 مليون كم هذا في غير رمضان والله أعلم في رمضان السبب كيف هذا ضعف في قراءة هذه السورة ستزيد من رسول كمن الولدان المخلدين من الحل العين يعني كان عبو وقل صديق كان عمر الخطاب يخطو عن بمبر الحديث والحديث الصحيح من قرأ أو تدلن مجلنات عد قصر به عشرة آلاف باب على كل باب 25 ألف امرأة في رؤية أخرى صحيحة أيضا من قرأ قصر به 500 باب على كل باب 5000 امرأة إذن التزيد أيضا من رسول العين لأن كل غرفة في كل قصر سيكون فيها واحدة أو أكثر التي لو نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمس كما تصمس الشمس نور النجوم تزيد من رسولك من ودان المخلدين ما لا يعلم يعني القصر في الجنة فيه من من عشرة آلاف إلى سبعين ألف من ودان المخلدين ما كل واحد منهما صحفة من ذهب فيها صنف من طعام لاس على الآخر يتصبكون على خدمتك في الجنة يبقى في خمس دقائق أو صنف دقائق تقرأ بمئة آية أو تقرأ صوت الإخلاص 30 مرة وكل وهي أربع آيات يبقى 120 آية 120 مرة يبقى أنت ستزيد من رسولك من ودان المخلدين أكثر من 200 ألف خادم 200 ألف خادم في الجنة وأيضا المخفر العظيم كما بيانت قبل ذلك كما بيانت قبل ذلك أن الله صلى الله عليه وسلم قال جاء في الحديث الحديث الكثير التي تعدد بعضها بعض وتقوي بعضها بعض أنا من قرأ كل الله أحد خمسين مرة قفرت له بها ذنوب خمسين سنة ومن قرأها مئة مرة قفرت له بها ذنوب مئة سنة ومن قرأها قل الله أحد مئة مرة بعد صلات الصحة غفرت له بها ذنوب مئة كبيرة فضلا عن بسط الرزق ونفي الفقر من قرأه قل الله أحد حين يدخل بيته نفت الفقر عن بيته والجيران وأيضا أنها تعطيق السبق في الجنة وتعطيق ولاية الله سبحانه وتعالى يعني أصحابي كان يقرأها في كل رقعة في كل صلاة فقيل له سأله الرسول صلى الله عليه وسلم من دفعها فعله ذلك قال أحبوها رسول الله قال أحبك الله لحبك إياه فتعطيق ولاية الله تجعلك ولي من ولاية الصالحين لأنك وضبت عليها وأيضا المناقب لا تحصل أيضا السبق إلى الجنة أو دخول الجنة بغير حساب حساب والعذاب وهذا الحديث ذكره الإمام السيوطي في الدور المنصور في التفسير المنصور الفضاء العظيم الإقصار من سورة الإخلاص لما قرأ قل الله كل يوم خمسين مرة سمع يوم القيامة منادية من قبره يقول له قم مادح الله فادخل الجنة قم مادح الله فادخل هذا يشير سبق إلى الجنة أو دخول الجنة بغير حساب والعذاب فإذا هذه الأعمال يسيرة تحصل بها سوابا عظيما في غير رمضان وفي رمضان يحتسب الأجر عصران أن يضعف السواب أضعفا كثير أو يضرب في سبعين بإذن الله تحتسب على الله سبحانه وتعالى إذا كنتم مواظبين عصرات الفجر في المسجد ستقتنوا في قيام السبعين الليلة لأن الفجر بيقال في غير رمضان وفي قيام الليلة بحالها فابالك في غير رمضان في غير رمضان زأ العشاء أيضا بقيام نصف ليلة ست رقعة بين المغرب وعشاء بقيام نصف ليلة أو أفضل من قيام نصف ليلة فضل عن سوابها العظيم تقرأ خواتيم أو آخر آتين من سورة البقرة وأه أيضا آخر آيات آخر عشر آيات من سورة آل عمران كل واحدة منهم بإخذ ذن الله بقيام ليلة كاملة وتقوم بمئة آية تقوم قد تحصلت أكثر من قيام خمس ليلة كاملة في ليلة واحدة ثم أضرب هذا الثواب فيما لا يعلمه إلا سبحانه وتعالى أو في سبعين كان في شهر رمضان فتحصل ثوابا عظيما جدا جدا سأحاول أن أكتب لكم كل هذا تحت الفيديو اكتبوه انسيقون شؤون عشر هذا العلمي العلم علما فإنه أجرم عميبيا من قيامة اللهم قوز لكم من قريم شايف تشوش تبعي الجرس واشتراكم لكم كل جديد وسعودون عشر سورة تربية كل قول هذا استخفى الله ريولي